السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نتحدث قليلا في الوساطة ودورها في فض النزاعات والوسيط والوساطة في الميدان تبعا لذلك تعتبر الوساطة وسيلة من وسائل البديلة لحل المنازعات في الأمور الاقتصادية في الأمور التجارية في حوادث الطيران في حوادث البحرية المهم أنها هي البديلة لحل المنازعات حيث أنها تتميز بأن الوساطة وسيلة وسيلة ولكن اختيارية مصدرها إرادة أطراف نزاع إلا في حالات إلا في حالات استثنائية ينص فيها القانون على وجوب اللجوء للوساطة قبل التقاضي تدخل شخص ثالث وهو الوسيط لحل النزاع أن الوسيط ينحصر دورة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة يكون يقرب وجهات النظر المختلفة بين الأطراف الوساطة حاليا الوساطة حاليا تأخذ مكانة تأخذ مكانة مميزة في ساحات العدالة الدولية لأن هناك فعلا تفقمات سلبية للتقاضي العادي وكذلك نظام التحكيم وهو شبه قضائي لتسوية المنازعات تعرفون حقيقة أن العالم يتجه العالم يتجه يتجه إلى الوساطة وأن القضاء دائما توجه إليه انتقادات لأنه هو الوحيد بالسلطة تكثر فيه الجمودات والصلابة وهذا فعلا يجعل غير قادر على مسايرة الواقع والتجارب مع متطلبات العصر و مستجداته جداته والوساطة هي عملية تطوعية بطبيعتها يعني هي بطبيعتها عملية تطوعية ولا يملك الوسيط الوسيط لا يملك سلطة اتخاذ القرار الوسيط دوره فقط التقريب من وجهات النظر الأخرى وصلت الفكرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المستشار الدكتور محمد سالم حميد علي السويدي رئيس الهيئة العدلية الدولية للتحكيم ولتسوية المطالبات رئيس الوحدة القضائية الخاصة بالتحكيم ولتسوية المنازعات العاملة تحت مضلت المحكمة الدولية لتسوية المنازعات بلندن والمكملة لنظيرتها محكمة العدل الدولية وكذلك رئيس أكاديمية البحوث والدراسات القانونية في الهيئة العدلية الدولية لتسوية المطالبات